بالأغلبية صادق برلمان أقليم كردستان في جلسته الاعتيادية لهذا اليوم على أسماء عضاء المفوضية العليا لانتخابات الأقليم بمقاعدها التسعة التي توزعت على الكتل الرئيسة حيث حصل الديمقراطي الكردستاني على ثلاثة مقاعد والاتحاد الوطني الكردستاني على مقعدين ومثلها للتغيير بينما حصل الاتحاد الإسلامي على مقعد واحد والجماعة الإسلامية على المقعد الآخر اتفاقات السياسية موجودة بين الأحزاب السياسة البرتي ديمقراطي الكردستان والاتحاد الوطني وحركة التغيير والأخوة الجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي هذا هو الوارد هؤلاء الذين فازوا في الانتخابات هم الذين يشحون الأشخاص المؤهلين للاشتراك في الكوميسين المجلس يتكون من تسعة أشخاص شرط أن يكون اثنين بينهم قانونيين ومن بينهم ممثل عن التركمان وممثل عن المسيحيين وكذلك ممثل عن النساء جلسة البردمان الكردستاني لم تخل من اعتراضات الكتل التي تمثل القوميات التركمانية والكلدانية الأشورية السريانية والأرمانية بسبب عدم حصولها على أي مقعد من مقاعد المفوضية معتبرين توزيع المقاعد أمر مخيب للأمال كونها رتبت بمقاسات حزبية ولم تمثل كل مكونات الأقليم لا نشارك هذا الجساء وسنقاطع لهذا الجساء نريد مطالبنا نختار نريده كواحد عضو تركماني مستقل ناشطون حقوقيون وخبراء في مجال الانتخابات انتقدوا من جانبهم طريقة توزيع مقاعد المفوضية داخل البرلمان هذا نظرة شمولية لذلك نحن كنوا موافقين مع كل المكونات دعش مقاعد اللي خرجوا من البرلمان من حقهم وبصراحة غبن حقهم ويتم ممارسة نوع من أساليب قمعية شمولية غير جائزة للأنظمة الديمقراطية ويعلق كردون كثيرون الأمال على تأسيس مفوضية انتخابات واستفتاء في إقليم كردستان كونها ستشرف على عمليات انتخابات البرلمان الكردستاني ومجالس المحافظات والأقضية والنواحي فضلا عن الاستفتاءات على القضايا المهمة الخاصة بالإقليم يوسف المندلاوي الحرة أربيل